موسيقى خلاص خلاص يا حق حافزي أرض اسكندريا في صحراوي يا فاشتاها خلاص فضل الشرق له عينات في الحالة دي بقى يا سيد دقاء يعرف ما يعرفش ده شيء ما يكسنيش مبروك عليك يا جدا أخويا ده مماغزة بقى لسه فيه عرق رجالة بتوع التخصيص لازم يوصل لهم للدي لا انا يا حق ده جالي والطلب رخيص تكرم يا أبو الأصولي بس تعرف الحق جد أنا مستهيق لي كده أن الحق سيد مش هيسيب لك أرض شرق الأواينات بسهولة نخليه شربها أرض شرق الأواينات دي خلاص بقت بالزوفة بالهبل الوزراء يا سيد حافزي بيهادوا بيهم اللي يسوه واللي ما يسوهش إنما أرض اسكندرية الصحراء ودي كنز دهب بكرة تشوف الأرض دي مش هتتباع بالمتر وبكرة فكرك هتتباع بالسلطة هتتعمل المولاد وكمباون وكرة سياحية وهلومة هي ضربة كبيرة بصحيحة بعمليات لكن يا أخي صعبان علي الحق سيد تلقي أهبل وعبيد مهتمز بالموضوع ده رغم إن إحنا تحايدنا عليه من يوم مرة ولسه يا حافزي لسه لما يعرف إن جواب التخصيص بقى في جيبي مبروك عليك يا جد يا أخوين تستاهل كل الخير مين معان؟ مش مهم أنا مين يا حج جاب المهم الكلام اللي هقولهولك أنا فعلت خير الحج سيد غريمك هيتجوز لقاء مراتك وبيقولك كل إنه هو هيتجوزها عشان يحرق قلبك والست لقاء نفسها تبقى قمك اكتب يا حج العنوان اللي هيتجوزوا فيه ايه اللي انا عملته في نفسي ده عربت عشان اسيب السجن اللي انا كنت عيشة فيه عشان اعرف اتنفس وعيش وحب وعود كل اللي فاتنا عمري عملت كل ده عشان ارجع اضعف احبث نفسي في السجن قدية من اللي كنت فيه طب ليه بعسب نفسي ليه استعجلت ليه بعفت محاربتش مقدتش كمان فرصة تانية ليه ليه ايه 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 طيب طيب أنا جاي حالك هنروح للمقزون دلوقتي حالك أنا بحبك بحبك يا لقاء ومش هقدر عيش من غيرك ياه 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 كمان تخيرا بقى سبحاني اتأخرت عليك لكن غصب علي أنا كان فيه صراعات كتيرة قوي جواي أنا عمري ما قدرت أجرح واخون أي بني آدم بس حسيت أن إحنا لو ما بقناش لبعض كده هبقى باخون نفسي أنا مش هسيبك يا لقاء أنت حلمي حلمي اللي لازم أحقق مالك يا حبيتي محبك أوشي قوي طب يلا نكتب الكتاب دلوقتي حالا أنا كتاب تكتب على سيد شوية ايه 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 كتابك سيد مين سيد الدقاء أبويا؟ لا لا انتي أكيد بتغزق لي مش كده ايه ايه مضلولة مضلولة مستي زاية تعملي كده هو ده اللي مجابش فيه لكو مينو من الشغل ما انت بتجدار ايه؟ ما انت العابي على كون الحباب؟ انا العابي ما كنت واضحة غير وانا معاك انت اللي كنت ضعيف ومطلعت دايما انا ضعفت يا كمال ضعفت لما حزيت انت رفضتني يا كمال انت رفضتني انا ضعفتني انا ضعفتني انت دمرتني كمال دمرتني قصب عني والله انا بني هاتفة انا 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 قفلت كل البابات لا لا ما تقولش كان نعم ده ده كان كان بكتاب بس اصلا هو ما لمسليشه ومعدن العزمه في اليت يا كمال يعني انا ممكن اصلقه عشان غاتلي عشان غاتلي ممكن تصلح كله بس بس انت متأكيد ما قاوم اه انت انت عايزمه لا يمكن يتصلح ده العرف ولا دين ولا شرة يقبل بالكلام ده احنا عمرنا ما هنكون لا 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 اشتركوا في القناة اه باردك يا سيدة اه عايز اعني لها جادب جاه ياخد حق يا سيدة اه الارضة حلوة اشتريت المال وهو اشترك مال زي مش هعنيها عليك يا سيدة اه ولا هعنيك عليها بتاعمل ايه مجنون انت امسكوه الارضة اوعى اوعى بقولك تهو مادم مش هد المسدس بتشلو في ايدك ليه يا كلب خلاص يا سيدة خلاص يا حبيبي عشان خطري خليه روح خلي الليلة اتعدي على خير يروح فين ما هتعدي على خير ان شاء الله بس مش معقول هنعمل الفرح بغير معزيم فحيستنى معنا الليلة استنى زي يا سيدة مش مهم ما تخافش حتبقت الليلة هنا والصبح هتشعران بانمشيك وانا بوعدك مش هخلي راجل يمد اصباع عليك يلا هتوق اوعى 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 افضلوا افضلوا يا جماعة خطوا عزيزة احنا اسفين يا ابني اذا كنا جينا من غير معاك بس فادي بقى اوعى مفيش حد من اعلم فيلا نقدر نتكلم معاك يا جماعة وانا مش عاجبكو ولا ايه الا عافو يا ابني احنا ما نقصتش اصلا احنا كنا جايين عشان عشان نطلب ايد صمر ممكن بقى بعد اذنك تمدلنا حد نتكلم معاك شوف حاجات انا ممكن ابهدلك ممكن قلميك النهاردة في الحجز والدامعة البورش وسط المجرمين والكلاب اللي زيك لكن انا رجل طير وامير وحسامحك خليهم يتسبونا يا سعد الدقات ايو حسبوك بس مش دلوقتي لسه انت هتشرفنا الليلة لغاية الصبح لغاية ما نعمل فرحنا ان شاء الله وبعد كده نشوف حكايتك بس بعد ما نأخد عليك تعهد انك ما تتعرضليش لنا ولا للستة الحلوة امراضي دي مش حاجة لحياتكو تاري مش عرفي مش عرفك بتحلفلي انا بشرفك وانا مش عرف شرفك بقولك ايه جات انت بتتعرض لي انا امراضي اجد ما تنزلش هدها انها كانت امراضي قبل ما تبقى امراضي غديك قلتها من نفسك كانت مراضك كانت وبعدين طلعتها والعدة انقضت والحمد لله بعد كده انا اتجوزت حبيبتي القلب وبقت مراضي انا يعني لو حد مزها اخصم بالله ادفنه خلوا بالكم انه لغات الصبح ولبوا كل طلباته اللي هو عايزه اتقوله والصبح واريه حلال بقى فاضل يا سنت البنات وتمختار يا حلوة يا زيناء بتشتغل ايه يا اسمه فادي ما انا عارف بتشتغل ايه يا فادي انا بعد التخرج همسك شركة بابا ومش انت برضو الجناني بتاعه جناني؟ هو في جناني يقعد كده؟ لا يا ابني العفو فادي ابني ما يقصدش عموما دوني وقت افكر واسأل صاحبة الجنان طب مفجرة تدينا تليفون والدها او اي حد من اخواتها عشان نكلمهم لا انا حاب اكلمكم ايه يا ابن ده ايه اللي انت بتعمله ده؟ ادخل المطبخ دوسا احنا ما شرفناش باسمك او انت مين بالزبط؟ ووحيد سيد الدقاء اخو سمر اه اهلان وسهلان طب نستازل احنا يلا رفادي شرفت هو انت بجد اخو صمر؟ شرفت طب تعليل معاك دليل يا اخي بس بلاجونة وعلقة ايه يا وحيد ده؟ ايه يا باللي انت هببته ده؟ انت مش خايك من سيد وانا عملت حاجة الناس عايزيني يقابلوا حد من عائلة صمر وانا اخوها ربني انصورك يا ابن احلى حاجة فيك يا دوسة الدعوات الحلوة دي اقولك حاجة حلوة؟ قول يا وحيد انا حشتغل صحفي زي ايهات بجد يا وحيد يا ريت بس بقى اوعى تنسانا في شغل البيت حاضر حاطلع اشوف رأي الصمر ربنا معاك يا رب بل السلح صاحي 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 زاك عم جاد ان شاء الله خير ايه اولاد؟ بسطتوا الرجل تمام يا باشر بس اشفر نقولك كمان يا حبي حكرتوه شربتوه المهم تمام يا باشر تمام هنريع الدوقتي وحيد تمام يا باشر باشر يا سيدة دقاء اللي انت بتعمله معايا ده غلط اكبر غلط وحدفع التمن وغالي لا اله الا الله تدفعني تمن وغالي على كل حال ما تستعجلش الناس اللي هيحكموا بيني وبينك زمانهم جايين وهيشوفوا مين فينا الغلطان ناس؟ ناس مين دول؟ ما تقلقش الناس حبيبك وحبيبي هيعودوا بعد قاعدة تعرب ويحكموا بينك ما تقلقش بارك بقولك يا نم تفتح لهم الباب وما تاكلهمش دولناس صحابي سلام عليكم حاجي سيدي وقلقش يا اهلا 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 ايش ياكا دي حاجي؟ ده اللي ما انت فاجئنا بكل جديد الفيلا دي بقى جار ولا تمليك؟ سيبين كده؟ وعديد تتكلموا في الفيلا؟ عمال تقول له ايه؟ ايه ان تمليك ومش تمليك؟ بقى سيقول له مستلمة عطبرة وحفاره والله على المقارة سيدي ده سيدي ده ده هلط فيها وانا مش هسيب حقي الله جري يا جاة تستنى بس يا حاجة بتسعى لي يا ابني؟ ده انت امير وطيب وناس جايني شهادة هم؟ فضل مالك يا ابني متعفرت كده عالصابة؟ سيدي ده اقا غلط فيها ولو ابويا خرجنا لتربطه وقال لي ارحم سيدي ده اقا انا بلت حرحمه بعد ما اسمعنا كلام الحاجة جاة والحاجة سيدي واضح ان الحاجة جاة ده ولا غلطة؟ ايه اللي بتقول له حاجة صابة ده؟ انا برضو غلطة؟ وبعدين يا عم جاة وبعدين؟ خليك هادي انا قلنا هنعمل قاعدة عربة وإذ الرجال يا قلوه هنوفق عليه؟ صاح كده شوف يا حاجة جاة يا اخوة عشان خاطر الحاجة سيدي يضمن انك مش هتتهجم عليه هو وامراته مرة تانية هتكتب على نفسك شيك بخمسة مليون جنيه ايه؟ خمسة مليون؟ خمسة مليون ايه؟ بالراحة بالراحة يا عم الحاجة بالليش ويش امدي ويزوح الجلام وبعدين حاجة ما تقلقش الشيكة يفضل معايا في الحافظ والصور لو الموضوع ده تقرر تاني يبقى الشيكة من نصيب الحاجة سيدي يتصاله فيه زي ما هو عايز انا مش جايل دبطر شكات بلاها يا شكات موضوع رجالة على اصلا يا مانا معايش القلم اللي بد بيه صلاط امانا خلاص يا مولانا بلاها يا ابتر بصموه اهلو؟ اهل انا حاجة جاد ده انا مستاني تليفونك من امبارا حراجة بتقول ايه؟ امتى ده حصل؟ طب مع السلامة يا حاجة جاد مع السلامة بابا تجاوز طليقة جاد يا سادة يا لهوي يا لهوي هو الحاجة دقائق ايه؟ مبيشبعش جواز يا ناس؟ أنا كنت عارف و مرضتش أقول لكم عبد العظيم المسواء قال لي و كانت شاهد على العقد هو والنمر البوديجارد يا ميل اتبختك يا بنت يا دلال يا ميل اتبختك يما مكفى يا ناد ببقى مكفى المصيف اللي انا فيها هو انا ساكي يا جماعة احنا لازم نشوف حل مع الرجل ده و إلا صاروته هتضيع ده أي واحدة ممكن تضحك عليه حرام عليك يا إهاد ما تفاولش على بابا يا صمر و أنت هتعفيل على الواحدة ولا إيه حسي باللي احنا فيه احنا في كارزة و أنا أنا من اللي يضمن لي حق أنا و اللي في بطني ده ممكن يطلقني في أي لحظة عادي يعملها عادي زي ما عملها قبل كده هذه الموسيبة السودة يدي الكارثة بس هو مش هيسيبك إلا لو حس انك متغيره من نحيته عشان كده أنا شايف ان دلال لازم ترجع شغلها في الوكالة من بكرة على الأقل نعرف فلوسه بتيجي منين وبيصرفها فين أنا موافقة يا إهاب موافقة على أي حاجة أنتم عايزينها بس هو هيوافق على حاجة زي دي هو ما يوافقش لي يا بنتي ما أنت بقى لك مدة بتشتغلي عنده أيوة بس الوضع تغير بعد الجوازة الجديدة يا جماعة متكبروش الموضوع كده أنا شايفة أن مفيش حاجة تغيرت لا يا صمر الراجل ده مش مضمون ممكن في جوازة تانية صاروته كلها بضيع عظمة على عظمة على عظمة على عظمة على عظمة أبتعوا في لحم الراجل أبتعوا أسهموا في سروته وزعوا في فلوسه وزعوها كل ده وهو لسه على دهر الدنيا طبعا انت لازم تدفع عنه مين يدفع عنه غيرك لا دفع عن مين ساد الدقاء مش محتاج اللي يدفع عنه لان ساد الدقاء عمل السروة دي كلها بعرق يجبينه ومشآه يوزعها بقى زي ما هو عايز واللي مش عاجبه يخبط رأسه في الحيط بس لما التصرفات حد بتوصل لكده بيحجروا عليه بس يا بس يا اتبطل هطل يا وما تدخلش نفسك في اللي بقالكش فيه وانتو عيب ما تقطعوش فر وطراره بقى ده مهما كان ابوكو عيب يا ابني ما انتقاعد معايا شوية خلاص بقى حاج بك سام عليك واسيبك بقى عشان انت والعروسة وبعدين الشغل اللي مكاركب على دماغي ده وانت في يومين العسل مش لازم ابقى جانبه بقولك ايه هي هي الستة ده اللي قال في اثنانا دخلت هو في حاجة بتستخبق حاجة دي عاملالك مؤتمر صحفي في الفيلة دلوقتي والبيئة هاب ابنك بيقبلها بقى الصحافة والإعلام والتليفزيون يتهببوا يعملوا اللي يعملوه اللي حيتكلم مالوش عندي غير الجزمة بقولك يا حاج طب دلوقتي دلال دلال دلوقتي لو رجعت الوكالة هيبقى ايه الوضع بقى وكالة ايه انا ما عنديه الستات تخرج بره بيتها ابدا الله بره بيتها يا حاج ده انا اللي عرفوا ان مدام اللقاء هتكمل في شغلها عادي ايوه معلش الست لقى دي بصراحة حاجة تانية خالص اه حاجة تانية طب بقولك يا حاج انا بقولي يعني ان دلالة احنا منكيش عليها وبعدين دي مقى مكان قلية وبعدين اللي حمي نفصناها حاج انت شايف كده يا ابني والله انا بقول كده وبعدين دي مقى مكان مرة تابوي يعني لو جات الوكالة حقاها ان انا شيلها على راسي من فوق بسم الله عليك شيلها على راسك زي ما انت عايز بس خلي بالك ايوه عتخليها تخش في الحسابات خالص لا 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 ما تقلقش من الحكاة دي حاجة خالص ما تقلقش منها مستعجل على ايه يوسف اه 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 الف مبروك والف نهارا بيا اه اه ادوب بقى عشان ارجع الوكالة عشان ثانية واحدة حاجة كده حاجة كده فضلة خيرك دي بمناسبة الجواز والف مبروك يا مدام بس يا يوسف احنا مش هنفرح بك قريب والله ايدي على كتفك بس اصلي نادا ما هو الحاجة عارف نادا عايزها يعني اتطول فترة الخطوبة يعني نذاكر نفهم بعض يعني نذاكر بعض طيب سلام عليكم على السلامة مدام سلامة مع السلامة حبيبي ايه دا استني انت لابسة كده عالصبخ رايحة على فين هكون رايحة على فين يا حبيبي رايحة على الشغل شغل؟ بقى انا اخد اجازة من الشغل وقاعدلك في البيت وانت هتسبيني وتنزلي يا سيد ما انت عارف النظام عموما مش هتأخر عليك عشرة بليل بس تانية هتلاقيني عملك عشرة؟ يا سلامة وانا من هنا العشرة اقعد اعمل ايه بقى؟ ارد على العيال ولا اغسلك ولا اعمل ايه؟ هكلمك في تليفون اول ما وصل خد دول مرسي يا روحي هتبحش يا اول باي 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 واي دا اي دا اي دا اعوذ بالله ايوة اهلا وسهلا تعتقاملك مين؟ ساعتك قابلت مين؟ اخوه سمر اخوها دا مين؟ اسمه ايه؟ ايوة سمر ملهاش عخص موحيد طيب 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 ماشي مع السلامة اخوها وحيد اخوه طيب يا بوز الاخص ايه دا؟ مش تفتح يا اعمى؟ انت هتفضل حمار كده على طول؟ انا مش حمار ومش هسمحلك بعد كده ان انت تغلط فيه هو انت ليه بتتشطر علي انا بس؟ دا انت لا قادر على يوسف ولا كمال ولا ههاب ولا حتى سمر انا بقى مش اقل من اي حد فيه ومن النهاردة انا هخاف منك ولا من غيرك انت على عحيد انت هزفت؟ في ايه؟ ما لك يا حج؟ حج في عينك انت ازاي انا تعمل ليه انت عملته دا؟ ازاي تتجرق وتعمل كده؟ جرقت عملتي ايه؟ يا سلام انت بتقابل الناس علي انك واحد مننا وزينا تنسيت نفسك ولا ايه؟ ولا انت هنا عبارة عن شغاله واسه عارف شغال يعني ايه؟ يعني خدام انت مجرد خدام مش اكتر من كده لازم تفهم ده وغور عني انا مش ضايع شوف وشك في ماصله وليش هامش حاض حاض وحشتغل خدام بس حيبقى اسمي خدام وحيد سيد الدقاء اخرص يا كلب اخرص بس اوه عقلي باسمي على لسانك مفيش صدقه ده لا يمكن انت ملكش ضعبية لان انت مش ابني مش ابني بس زمر اختي واللي تقدم لها ده انا مش موافق عليه يا صلاة النبي مش موافق احنا مستنيين توافق ولا ما توافقش اسمي على انت تحرق من بيت ده ما تتحرنش وشك داني انا مش طيق اشوف خلقتك انتوا يا جماعة اللي هنا يا حسونة ايوه 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 يا حد خير ايه ايه اللي حصل اقولوكم ايه انا خارج عايز ارجع من بره ملاقيش الكلب ده انا ولا حسونة اللي ملوا الهدمتين بتوع والكراكيم والموامله ورر بالله مش خارج يا حاجة والله العظيم ما خارج مش هخرج من هنا غلا ما تأكد ان كمان وصمر واقهام مش اخواتي مساعتها مش هتشوف وش تاني سبحان الله يا خانين انت دلوقتي بقيت بتتكلم زي انا كده لو مش بس كده ده انت عامل راسك براسي بترد علي كلمة بكلمة اسمعوني بقى انا خارج بره وراجع ارجع مراقيش الزفت ده هنا ولو كان موجود يبقى كلكم تسيوا البيت ودخولوا بره مش عايز حد مجوا في البيت لا تكون مصايم انت قلت له ايه جننه منك كده ايه اللي عملته يا وحيد ايه اللي حصل قول لي يا ابني ناو تعمل ايه بالظبط وايه اللي في دماغك ولا حاجة حاجة ولا حاجة انا مش فارق معايا افضل جوه البيت برا البيت مش فارق معايا حاجة انا كل اللي يهمني دلوقتي انه بقى وحيد سيد الدقاء وايه اللي مالهاش لازمة القعدة بقى يعني ايه مالهاش لازمة القعدة اما كنت بتاتوا بتتجاوزني لي يا ابن سيد الدقاء يا جماعة يا جماعة صلوا عالنبي وحيد لما بيكون متدايق بيقول كلام يفك بيه عن نفسه وبعد كده بيروق والحد اكيد حينسى يا ما ده اتعرصت بقول اللي مفرحني ومطمن قلبي انه وحيد والحمد لله خاف وعقدة لسانه تفكت واد يا وحيد هو انت كنت بتروح يا واد للدكتور من ورانا ولا ايه ربنا هو الشافع حاجة الخوف ده على قد ما بيخوفنا مستلع ضعيف قوي المهم احنا نعرف نخوفه ازاي يا لهوي خدتني يا سبحي بتلمي قابت تلمي وبلاش ماياص ايه بتتدلع عليك وبعدين فرحانة بينك ما حضت لسانك تفكت يا اخويا والقلب وما يريد بقى اسمع يا جماعة انا مش حمشي ولا حد فيكو كمان حيمشي المهم دلوقتي ان محدش يخاف منه ولا ايه رأيك يا حاجة انا معاك يا اخويا مش ممكن اسيبك ابدا انت وصمر انا قاعدة هنا علشانكو وكل اللي هتقوله هنفزه بالزبط بس المهم بقى الحلم ترجع لكش تاني مش هترجع ان شاء الله مش هترجع احاك هنا 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 ده هترجع احاك هنقابل للرجل امتى احنا معادنا معا النوردة بالليلة معاها العينات؟ معايا كل حاجة احنا هنقعد معايا احبك كده وانت بتضحرج لي مشاكلك سيبك الموضوع الجمالك ده ارميه عليا مليكش دعوة بيه معانيش دعوة بيه ازاي بس يا فرينس اه ماغزة منامه كل اللي قلقني يعني الراجل اللي اسمه نبيل ده من اخر شو احنا هو قلقني شوية يا ابني الام من ايه الدنيا برايرت بتعرف ان انا البضاع بتاعتي هتخش من صالة الكبار الزوار وما فيش جنس بني ادم هيبص عليها حتى مش معنى يعني؟ مش معنى ايه انت مش عايش في الدنيا اولي ايه مخلاص انا بقيت مع الحكومة اتباح الخير اتباح الفل يلا يا ساكل يلا ماشي من ورا استكل اللسانك ما يخطبش لساني فاهم ولا مش فاهم اللي اسنا يا برينس شوفي بقى رغم اي حاجة باني وبانك بس بصراحة دمالك حاجباني اش معنى؟ ما بتسيبيش حقك ابدا يا حصرة هو فين حقي ده؟ بلانيلا لا 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 يا دلال لا لا انا عايزك تبمادي كده بتحبطنيش احنا لسه فيش شكات بيننا ودفعات ولو ما تدفعتش هيبق فيه قضايا ومحاكم بقولك ايه؟ اشتري نفسك والحقي يقلبي الحاج قبل ما يركنك يركني؟ اه يعني انت متعرفيش ابويا ولا ايه؟ عرفته ومن الاخر كده يا يوسف انا على اخري يعني ايه يا امرات ابويا؟ يعني تفكيني بقى مشيكات اللي انت ممضها لي ومكتفني بها دي؟ وبعدين ما ازفت اللي اسمه ذاكي لها في المبلغ قد كده عشان يدي البلطجية اللي سرقوا الفلوس كنت عملتلو اهياني؟ لا 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 دلال كلمة حق في غاب الراجل الراجل رجعلي الفلوس على داير الملين بس الفلوس دي حق كمال مش حقك يعني لو كمال عرف اللي فيها محدش هيعرف يوقفه الله ده تحديد يا دلال مش تحديد بس لازم تعرف يعني ان معي تروت عرف هلعب بها وقت اللزوم إلا إذا يعني ها إلا إذا ايه؟ إلا إذا عرفتلي مين اللي سرقني واسبتك بقى مشيكات اللي انت ممضها لديه الله طب ولو ما عملتش كده يا دلال هتعمل ايه؟ ههد المعبد علي فيه وهقول لي كمال علي فيها ده انا كنت قتلتك اه 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 بقولك يا بنت الناس انا لغة التهديد دي ما تنفعش معايا لغة التهديد دي هتقزيك انت مش هتقزين انا فاهمه ولا فكر يا يوسف فكر ما احنا وشينا في وش بعض مش هنروح من بعض في حدة ماشي نفكر نفكر احنا الاتنين يا مرات ابويا احنا الاتنين احنا الاتنين هلو اه يا حاج صباح الفل ها اه اه دلال هين ليه يا حاج ما انا هقولك بس ما انا مفطامك الله وجودها مهمة في الاكالة يا حاج دي فاهمة في الشغل بس بقولك ايه بقولك ايه سيبك انت بالكلام ده وقول لي اخبار عروسك ايه كيفا يا فاهمة يا جامل يا ابويا يا جامل ماشي امال انت فيه يا امي انا رايح للباشا في الوزارة هايوا عايزوا طرولي اصلاه ما عاملين مؤسرة مش حايف توريد كراليس وكشاكيل وبعدين يورى دورهم مش عارف كم بطرات وحاجات من دي بالح دي ده وقاعد في ادينا يبقى ربنا كرامنا انا عايزك تكلم منها ده بس توصيها علينا ده المكسب اللي حيجي من وراها اكتر من المهر اللي هو طلبه لبنته ربنا يكرمنا ان شاء الله شفت البغل اللي في البيت ده عامل ايه؟ ايه عامل ايه عامل ايه بتقول ايه؟ الله وقاعد اتكلم مع الناس؟ قال قالهم ان اخوها؟ طب يا حاج مش انا اقولك ان جوز التعبين اللي اسمه ايهاب والاسمه وكمال ده هم اللي بيجرقوه علينا ماشي لا على مين؟ طب وغلوتك عندي لا اكتر لك شقته النهار ده الله لا يغور يا حاج يغور يغور هو اللي بتشددله كمان الله ما اعجبوش ازاي؟ مهم لا لا خلاص خلاص سيب لي انت بس الموضوع ده ماشي ما تحكرش دمك انت يا جامد يا جامد يا ابويا ماشي سلام بقولك يا امرات ابويا طبع انت فاهمة البيت بيتك انا ماشي راح البيت على طول وجاي ملكيش دعب زكي ملكيش دعب يلا سلامة يا معتريس انا ملص ملص الهي تولعوا كلكم في وم واحد يادر يا كريم طوبعي تحت عمرك يا مدام احكي لي بقى وبالتفصيل ايه اللي بيحصل هنا يا عامل بقى انه ساعة نستنمينه وصحبه ده لسه بجايش انا ماشي زمانه على وصوله بكماله ده بس شوية وبعدين كده كده انا هوصلها كوزة في طريق هو اللي جاي ده انا اعرفه اصبر على غازق سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله اهلا انا حجي جاي ايه موقف السخيف ده لانه انا هننظر هو ده صاحبك اه ده كمال الراجل جاي بس كده عايز يزيل اي سوق تفاهم بينك وبينه الراجل جاي مدلك ايده يا عام انا مش عايز حد يمديني ايده انا ماشي يا عام بس هنا ايب ده انا جاي صالحك وما ديدلك ايدي يا عام الايد دي اللي تمدت علي عشان تقزيني يا كمال الحاج جاي عايز يفتح صفحة جديدة معاك ويه اللي جاد في الموضوع هقولك ايه اللي جاد من فضلك قاعد وفهمني هفقيمك ايه اللي حصل بزبط قاعد كمال تعال يا كمال فضل اكتشفت ان كنت ظلمت كنت فاكر انك انت بتلعب من وراية مع طلقة اللي ما تسماش بس بعد كده عرفت انك قصيل ومعدنك طيب وفي قمة الرجولة انت عرفت يا كمال ان الشاي ببوك الجوصة لقتين بس احنا دلوقتي لازم نحط ادينا في اديم بعضه كلنا ونقف ضده ضدهم هم الاتنين دي حية ما تحسش بيها الا ما تلدعك وتجري من غير ما تحس بس والله وسماء ما حسبها يعني تأكدت ان ما كنتش بخونك خلينا ننسى الموضوع ده بقى كمال اتفكر في ايه اتفكر في الراجل ده اللي كبر وخرف دي جوازته من دلال ما كملتش عشان كده انا بقولك لازم نقف مع بعضه نبقى ايد واحدة ضده ونقلب القديم الجديد واولهم مشكلة وحيد انا عندي سفرية كده شرمة مع جروب سياحي هعود اربعة ايام ورجع له هعود له بقى ما واريش شغلنا غيره يا انا يا هو ما قلت ليش اخبار قضيتك مع ايه والجلسة الشهر الجاي تمام بدي اليك بقى كي مسلم على الحج جد نقرأ الفتحة بقى على الظالم ومن الحرام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله يا سعد الباشا يوسف ابني كان طمهان يعني انه خلص موضوع نادا ويكتب الكتاب شباب بقى وعايز يفرح بعروسته وبعدين كل اللي سعدتك طلبته وقمرت به احنا جاهزين به يا سيد الموضوع ده يخص نادا ويوسف سبق متصرفه انما اقول لي انت عايز ايه بقى تاني الله 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 اسم الله عليكو على موقع كباشا بصراحة هو فيه مناقصة عاملها وزارة التعليم عشان توليد كراريس وكتب وكشاكيل وطبقت كتب بتاع السنة الجديدة والحاجات دي كلها موجودة عندي وباحسن المواصفات كل المطلوب بعد اذن سعدتك تليفون سؤال لسعدة وزير التعليم انه اخد بالو من هناك يا حج سيد يا حج سيد انت مش عاتق حاجة مش داخل فيها انا ده انا غلبان والله ده انا حتى الارض بتاع الصحراوي اللي كان عيني عليها بترقعوني منها ادوها الجاد يا باشا مع ان انا كنت جاهز بس مرضتش ارق سعدتك بقولك ايه يا سيد بلاش نبص اللي راح خلينا في اللي جاي وانا يا سيدي هعوضك بمساحة كبيرة قوي في الحزام الاخضر وطريق الوحاد في اكتوبر ماشا يا حج الله 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 يبالك في ساعتك بخليك لينا انت بقولي الا صحيح انت تجوزت طليل جاد يا سيدي اه 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 ايه اه اه هو اه ساعتك بعد ازنك يعني ايه اعرفت الخبر ضنين واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل صدق الله العظيم ايه بتتكلم عن العدل والغريبة ان السيد هو اللي معلقها في مكتبه مع انه اكتر واحد بإزنه تناقض سيد بيقول حاجة وبيعمل حاجة تانية خاص حاطت فوق مكتبه ايه كريمة عن العدل وهو اكتر واحد بإزنه انت بتعمل ايه في المكتب هنا يا حيوان وازاي توعد عالكرسي ده انا مش حيوان يا يوسف الله انت لسانك انطلع هو انت بقيت تتكلم ذالبا ربانت انت بقيت تتكلم ذالبا لقدمين ومش بس كده انت بترد عنايا كمان نزل ايدك بقولك يا يوسف يا يوسف يا يوسف يا يوسف الله بتقولها لي عادي كده ايه نسيت انت جاي تعمل ايه هنا في البيت ولا ايه ايه بقولك يا يوسف ايه 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 هتابل اللي جايني اخطبوossaمر واتكلموا معايا كده كانك واحد من العيلة سمر ده اختي خيه لما تتلف على ارقابتك انت او اللي جابتك سمر ده انت ات خدامها مش ايه وUNTتهم تباوه في ده اللي لما مش حارع ايه حنتلي يا ام المالقع ولا يالي وبالاي ايه لم لسانك أحسن لك أيوسف لا 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 ده انت بقيت تبقى في الكل اهو ما تقولي يا ضميل اللي اعرف دماغك ومقويك علينا اللي مقوين الحق العدل بتاع ربنا اللي لانت ولا ابوك حايزين تعترفوا بيه سمر أختي وإهاب وكمال إخواتي وإنت أخوة إيه؟ وليه حق زي زيك بالظبط في البيت وفي الوكالة يا سلام ليك حق في البيت وفي الوكالة اه انشياد قدامي اه انا بقى هعرفك الحق التاع البيت والوكالة انشياد قدامي اه يارشي ماشا يوسف م مره 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 المزي rappير انت هتعمل ايه؟ دلوقتي هتشوف انه هعمل ايه؟ لو عملت اللي في دماغك هتندم يوسف طب وريني كده انه انه اندم ازاي ورين انه اندم ازاي يرحمك